ليبيا دولة في حرب أهلية للأسف وربنا ينهي الحرب الأهلية دي على خير وأهل ليبيا يبقوا دولة واحدة تانية وخلينا نقول إن ليبيا كانت في عهد معامر القذافي للأسف كانت دولة بيحكمها بالحديد والنار ولكن دلوقتي بقينا بنشوف دلوقتي ما بعد الحديد والنار قريباً ما فيش دولة ولكن خلينا نتكلم على سلاح الجوي التقريباً اللي فاضل من مقايا الحرب هنلاقي طيارات زي ميج 21 وكذلك طيارات ميج 25 اللي بتعتبر من أسرع الطيارات في العالم وكذلك الميج 29 وكذلك برضو طيارات ميج 23 وطيارات ميراج F1 طيارات سخوي 22 وطيارات سخوي 24 خلي بالك إن الأعداد كل الطيارات دي تقريباً مش هتوصل ل35 طيارة أساساً تقريباً من كل طيارة هتلاقي الطيارات شوية طيارات كده بس كده